السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كوريشي تي بي. اليوم سنقوم بعمل بعض بندانة سهلة وبسيطة. ممكن نقوم بعملها بالألوان وممكن نقوم بعملها سادة. طبعا الألوان في ايديكي. المقاس الذي نقوم بعملها اليوم هو مقاس نسائي. نعمل على دوران الراس. لأول مرة تشاهد عمالي لا تنسي تدوسي على زر الأحمر تحت الفيديو. تدوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ونتابع مع بعض الأدوات والخطوات. انا اشتغلت بخيط اليزا سيكرين بيبي. ومعاه إبرة رقم اربعة. احنا نبتدي زي ما احنا شايفين كده هنشتغل على فتلتين. اشتغل سلسلة البداية. وابتدي اعمل السلاسل. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. ارتفع سلسلة ارتفاع. واشتغل غرزة حشو. ادخل واسحب الخيط يبقى معي حلقتين على الابرة واخدهم في حلقة واحدة. ادخل في السلسلة واسحب الخيط يبقى معي حلقتين على الابرة واخدهم في حلقة واحدة. اشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر. وصلت لاخر غرزة. ادخل واسحب الخيط يبقى معي حلقتين على الابرة واخدهم في حلقة واحدة. ارتفع سلسلة ولف الشور. وانزل تحت الحلقتين واسحب الخيط يبقى معي حلقتين على الابرة واخدهم في حلقة واحدة. انا عندي الحلقة الامامية والحلقة الخلفية. بنزل تحتهم بالشكل ده. يبقى معي حلقتين على الابرة واخدهم في حلقة واحدة. وكرر لنهاية السطر. طبعا بنعد الغرز بتاعتنا. 11 غرزة حشو. وصلت لاخر غرزة وبنزل برضو تحت الحلقتين بالشكل ده. واسحب الخيط مع معي حلقتين على الابرة واخدهم في حلقة واحدة. وارتفع سلسلة ولف الشغل. وكرر نفس الخطوط. غرزة حشو. الثانية. الثالثة. وهكذا لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر. هاخد اخر غرزة. بالشكل ده. وبنعد الغرز بتاعتنا علشان نتأكد ان عدد الغرز سيبت ما بيتغيرش معي لا بيقل ولا بيزي. وبنفضل نشتغل لحد ما بتوصلي للطول المناسب. انا اشتغلت خمسة وستين سطر. زي ما احنا شايفين كده. خمسة وستين سطر. حوالي ستة واربعين سنتر. هنقسها مع بعض. زي ما احنا شايفين كده. طلع معي ستة واربعين سنتر. بعد كده بنجيب ابرة التنظيف. وبنضم الخيض في الابرة بالشكل ده. وهنجي هنا نضم الطرفين مع بعض. بالشكل ده. غرزة وصاد غرزة. غرزة وصاد غرزة. بالشكل ده. بعد ما بتوصلي الطرفين ببعض بنظف الخيوط بالشكل ده. وده شكل البندانة بعد ما خيطناها. هنقلبها على الوجه. بالشكل ده. وبكده بتكون خلصت معانا البندانة. هي سهلة وبسيطة جدا. زي ما احنا شايفين. وده شكلها على الراس. زي ما احنا شايفين كده شكلها حلو قوي. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا. واتمنى يكون الفيديو عجبكو واي استفسار نكتبه في التعليقات. ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر الي تحت الفيديو. ودوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم على خير مع السلامة. اشتركوا في القناة شكرا